وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 646 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 876 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 111 طن وفي مجالي حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط قرابة 705 أطنان أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط نحو 35 طن وفي مجالي البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 25 طن أسمنت وإلى مجالي قضايا المخابز حيث تمضبط 936 قضية من بينها 179 قضية خبز ناقص الوزن و308 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقص